صباحكم سعيد صباح الخرات اليوم الأربعة اليوم راح نحكي عن توقعات الأربعة والخبيث كيف راح تكون الأجواء اليوم بكرة 22 و 23 شباعة فبراير بما أنه اليوم بكرة الأمر راح يكون ببرج الحمل الأجواء اليوم بكرة بتدعم موليد الحمل وابتدعم أيضا موليد برج القوس بينما بدون نتبهو التور والسرطان وبالإضافة إلى مورود الميزان على أمورهم خلال اليوم بكرة خلينا نشوف التفاصيل نبلش بمولود الحمل طبعا الحمل عندك الأمر اليوم بكرة فحاول تستغل اليوم بكرة ببعض الأمور الهامة ببعض المبادرات والقرارات عندك أجواء إيجابية وجيدة وبعض الأخبار السارة ممكن تكون بوجودة عندك استغل شعبيتك وحضورك أيضا في عندك طاقة عالية خصوصا ليلة اليوم ونهار يوم غد الخميس وقد يكون اليوم الأكثر حضا موليد شهر إعدار مارس بينما بكرة موليد شهر بيسان أبريل مروح لها مولود أنثور واليوم بكرة يعني ما بدنا نحكي من أصعب أيام شهر شبعت سبراير ولكن بدك تنتبه مولود بوجه التور على قراراتك اليوم بكرة الحظ ما بيدعمك بالعكس بتراجع عندك الأمور بسبب بعض الأحداث بعض القرارات بعض الأمور ممكن ممكن تكون موجودة حواليك دير بالك على صحتك اليوم بكرة مولود التور وحاول تنتبه أيضا على طاقتك الممكن تكون متراجعا الأمور العاطفية مش كتير أحسن من الأمور العملية وحاول أنك تفكر مولود التور اليوم بكرة قبل أي قرار مولود الجوزاء بعد ما كان في عندك ضغط خلال هذا الأسبوع أو من يوم الأحد لإمبارح الثلاثان اليوم وبكرة الأجواء مغيرة جدا من أجواء جيدة دائمة على النطاق العملي الاجتماعي العاطفي رومانسيتك في الزاد اليوم بكرة مولود الجوزاء وبكون في عندك أجواء جيدة على النحية الاجتماعية أيضا العمل اليوم بكرة في فرصة أنك تحل مشاكل صارت معك من بداية الأسبوع وأيضا أجواء جيدة على النطاق العاطف زي ما حكينا خصوصا ليلة اليوم وتحديدا لما وليد أيار مايو راح يكونوا هم الأكثر عاطفة والرومانسية مولود السرطان اليوم بكرة أو آخر يومين بالأسبوع ممكن تضغطك العمل بشكل كتير كبير والاهتمام بالعمل شغل ضروري اليوم بكرة مولود السرطان لأنه في عندك تشغل ممكن مشاكل مؤجلة من الأسبوع الماضي ممكن من بداية الأسبوع حاول تنتبه اليوم بكرة على قرارتك داخل العمل وأيضا الصحة قد لا تكون متراجعة ولكن في قلة نشاط عندك موجود طاقتك وأيضا مزاجك ممكن خصوصا ليلة اليوم ما يكونوا زي ما بدك وقد يكون الأكثر توترة من مولود السرطان اليوم موليد حزيران يونيو وتحديد الـ 26 و 27 وبكرة موليد 13 إلى 18 تموز يوليو إلى موليد الأسد اليوم وبكرة في عندك حضوض مولود الأسد في عندك أجواء جيدة بشكل عام عن ناحية الاجتماعية يعني اليوم وبكرة الحياة الاجتماعية الحياة خلينا نحكي اللي خارج نطاق العمل رح تكون مبدأ فيها لكن بالعمل ممكن ما تكون مبدأ مولود الأسد وحاول ما تتكن على الحضلة يساعدك بتجاوز المشاكل حاول تأتني بقراراتك العملية أيضا العاطفة بدأت تتنفيها خصوصا ليلة اليوم بما أنه في شوية عدوانية اتجاه شريك حياتك قد يكون الأكثر عدوانية والأكثر كمان حظا خلال النوم وبكرة موليد واحدة تسعة أب أغسطس إلى موليد العدراء وبعد ما كنت في تلات أيام صعبين لمبدأ العدراء اليوم ترجع على وضعك الطبيعي والأجواء اليوم وبكرة جيدة ودائمة لإلك من نشاطات من أحداث من أخبار استغل اليوم وبكرة كثير من نياح لدعم أعمالك لدعم أمورك خلينا نحكي الشخصية ممكن شوية العاطف اليوم مش من اهتمامك وبكرة بسبب كترة الأعمال صحتك ممكن بدك تنتبه شوي عليها اليوم مولود العدراء خصوصا إذا كنت من موليد أب أغسطس ولكن بكرة الأجواء الصحية قد تكون جيدة لجميع موليد برج العدراء برج الميزان أنت على الأقل حظم من بين كل الأبراج اليوم وبكرة فعشان هيك لازم تنتبه بقراراتك بأمورك بأي مبادرة بدك تعملها اليوم وبكرة بتواجه فيها بعض المشاكل وبعض التعطيلات حاول تنتبه على صحتك هي أهم شيء وأيضا على مزاجك لأن مزاجك اليوم وبكرة قد تسيطر عليها الكآبة أو تسيطر عليها شوية تيك الأفكار السلبية فحاول تنتبه من هذا الموضوع وتنتبه بكل مبادرة أو قرارات تعمل اليوم وبكرة وحاول تبتعد عن المشاكل والاحتكاك الزائد مع الناس اليوم الأقل حظم وكيكونوا موليد 26-27 و28 أيل وسبتمبر بينما بكرة موليد 12 إلى 20-20 الأول أكتوبر إلى موليد القوس وموليد العقرب آسف اليوم أجواء جيدة لمولود العقرب اليوم بكرة فإذا بدك تعمل أي شيء مهم حاول تستغله ببعض المبادرات والأمور المهمة خصوصا عن نطاق العمل العمل الأفضل شيء اليوم بكرة لإلك مولود الأقرب بينما الأمور الصحية تحتاج إلى اهتمامك خصوصا من بعض ظهر اليوم وحتى مساء غد الخميس بالإضافة إلى الأجواء الجيدة على النطاق الاجتماعي ولكن العاطفي حاول أنك ما تناقش كتير يشريك حياتك لأنه النقاشات ممكن تزيد عن حدها خصوصا صباح الخميس ومساء يوم الخميس يوم غد الأكثر كارزمة من مولود العقرب اليوم بكرة مولود واحد العشرة تشرين الثاني نوفمبر نروح لأ القوس والحظ بضعمك اليوم بكرة فحاول تعمل أي شيء بالذكية على النطاق العملي على النطاق الاجتماعي في عندك كتير شغلات إيجابية وداعمة لإلكمه اليوم بكرة في عندك حضوط عالية وفي عندك أجواء اجتماعية قد تكون مسلية جدا حاول تستغل اليوم لتدعم أمورك العظفية وأيضا رجوعك ووضعك الطبيعي على الناحية الصحية أيضا مولود القوس الأكثر حضاً لليوم موليد 23 إلى 28 الثاني نوفمبر بينما بكرة موليد 15 إلى 21 كانون الأول ديسمبر إلى موليد الجدي وفي عندك عدم يقيني اليوم بكرة أو في شيء زي عدم استقرار جوي رح يكون موجود عندك لأنه في كتير أحداث في كتير شغلات ممكن تصير معك حاول أنك موليد الجدي أنك ما تعطي قرارات خصوصاً على الناحية الشخصية ومنها العظفية اليوم بشكل سريع الأمور العائلية اليوم بتسحب اهتمامك من الأمور الاجتماعية والأمور العملية أيضاً اليوم بكرة فحاول تدير بالك بقراراتك موليد الجدي والأفضل أنك إذا بتكتعمل أي قرار شخصي تأجله اليوم الجمعة بالإضافة لأجواء قد تكون متراجعة على الناحية الصحية خصوصاً لموليد ستة لتلتعاش كنوني الثاني ينعير إلى موليد الدلو والنشاط برجعلك موليد الدلو بعد بداية أسبوع كانت شوية أو كل الأسبوع كان نوعاً ما ممل وما أنجزز كتير من أعمالك وكان في مشاكل عملية خصوصاً وبكرة لطلاب المدارس أكيد فالنتيجة راح تكون جيدة ولا صعر حتى تستغل اليوم وبكرة في عندك دعوات كثيرة يا مولود أدلو والأكثر نشاطاً موليد كانون الثاني ينعير أخيراً مولود الحوت اليوم وبكرة أنت كسول ما بدك تعمل ولا شي حتى ما بدك ترد التحية خلينا نحكي مش جعب عليك كثير تناقش مش جعب عليك كثير تتحرك فدير بالك على شغلك طاقتك كمان اليوم وبكرة ممكن تنزل عن 70% خصوصاً ليلة اليوم حاول تدير بالك أنك ما تكون حساس لأي كلمة ممكن تسمعها خصوصاً من شريك حياتك وشت حالك بالأعمال حتى ما تأخذ انتقادات تواضحة من مدرائك بالعمل خصوصاً يوم غداً الخميس وتحديداً للأقل نشاطاً موليد شباط فبراير خلينا نعيد على موليد اليوم موليد بكرة 22 و 23 شباط فبراير ونتمنى لهم سنة سعيدة حلوة وإيجابية وهم من موليد الحوت العشرية الأولى بالبداية خلينا نتعرف على مشاهير اليوم وفي عنا الفنان خالد زكي اللي هو من موليد اليوم عام 1950 أيضاً في عنا الفنان الراحل تحية كاريوكا اللي هي من موليد اليوم عام 1919 الرئيس التونسي قيس سعيد اللي هو من موليد اليوم عام 58 وآخيراً الفنان اللبناني كارمن لبوس اللي هي من موليد اليوم عام 63 بالنسبة إلى موليد اليوم وبكرة العام القادم هو عام في شوية تحديات خصوصاً من الشهر القادم وحتى تقريباً نهاية الصيف يحاولوا ينتبهوا بقراراتهم بأمورهم زحل موجود عندك فحاول تنتبه أنه ما تخلل الكآب تسيطر عليك وحاول أنك أنت تعرف كيف تقرر على جميع الاتجاهات الأمور المالية في تحسن من هون حتى منتصف أيار مايو وأيضاً في بعض الأسفر قد يكون متواجدة عندك بنهاية الربيع وخلال فترة الصيف القادم هاي كانت إذن أخبارنا وأخبار الفلك بكراً لنا توقعات الأسبوع القادم